بس ايه نأثر على بعضينا الكلام كده النادي الاهل النهاردة بيقدم مباراة من افضل مبارياته خصوصا ان محمد الشناوي بيقدم مباراة من اسوأ مبارياته من اعتقاد الشديد ان الهدفين يسأل عليهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ولكن النهاردة المارسي الكولر النهاردة عمل كل حاجة في كرة القدم ارى المباراة كويس ارى الجيم كويس قدر يوقف هجوم بيرامدز بشكل كبير جدا ولكن الملاحظة اللي انا مش قادر افهمها ليه محمد الشيبي ما بدأش المباراة وليه غيرته بعد اول ربع ساعة من بداية المباراة ده يدل على التعصب الشديد التعصب الشديد في مجلس ادارة بيرامدز لان بيرامدز كده احنا كان نفسنا ان الشيبي يبدأ المباراة ويبقى فيه سلام كده بين الشيبي وحسين الشحات في بداية المباراة ولكن طول ما فيه هاني سعيد في بيرامدز وممدوح عيد والناس دي كلها اعرف ان التعصب موجود هدفين يسأل عليهم محمد الشناوي بشكل كبير جدا ولكن النادي الاهل النهاردة ولعيبة النادي الاهل فيه علامات استفهام كبيرة جدا خصوصا طاهر محمد طاهر طاهر محمد طاهر انا شايف من وجهة نظري ان التشير تتقيل عليه الحقيقة احمد عبدالقادر افضل من طاهر محمد طاهر كتير جدا طاهر محمد طاهر النهاردة الحقيقة هو لعب مباراة جيدة ولكن اللياقة البدنية بتاعته مش يعني مساعدتهوش اللياقة البدنية مساعدتهوش على كده فكان لازم مارسل كولر يعمل حاجة كان لازم مارسل كولر يبقى فيه تدخل كبير جدا مجد افشا كان المفروض ينزل بدر شوية تغييرة مروان عطية له مش للاصابة هي تغييرة خاطئة تغييرة خاطئة من وجهة نظري نص ملعب النادي الاهل النهاردة كان فاضي بكل المقيس بكل المقيس كان فاضي لولا العنف اللي بيشتغل بيها او الشراسة اللي بيلعب بيها اكرم توفيق ولكن مروان عطية النهاردة ما كانش في افضل حالاته لكن الحمد لله جماهير النادي الاهلي لازم تكون مبسوطة وسعيدة بطلب من كل الناس اللي بتتفرج علي لو اهلاوي واصيل وسعيد بفوز النادي الاهلي النهاردة وكسر رقم برامدز والاقتراب من تصدر بطولة الدوري المصري الممتاز اعمل لايك وشير وقل لنا رأيك في التعليقات على مستوى النادي الاهلي النهاردة لكن يا جماعة انا سعيد جدا مبسوط جدا بقى عندنا مهاجم احنا بقى عندنا مهاجم الحقيقة النادي الاهلي النهاردة بقى عنده مهاجم يا جماعة وسامة ابو علي بيكسر كل حاجة بيكسر ارقام غير طبيعية الحقيقة وسامة ابو علي بيحتاج مهاجم اخر معاه لكن لو مارس الكولر لازم يحل الخلافات اللي موجودة في الفرقة يا جماعة كهربا ما يمشيش كهربا ما يمشيش لان كهربا بيتعرض لظلم شديد جدا من مارس الكولر محمد الضو كريستو بيتعرض لظلم شديد جدا من مارس الكولر الحقيقة الحقيقة مش عايزين نجامل مش عايزين نجامل قال نادي الاهلي لعب مباراة كبيرة كولر لعب مباراة كبيرة ولكن كان من وجهة نظري كان من وجهة نظري ان احمد عبدالقادر او رضا سليم كان يبدأ المباراة على حساب طاهر محمد طاهر ولكن انا اتفاجئت بطاهر بادئ المباراة الحقيقة ولعب مباراة جيدة مش هقولك مباراة ويحشة لأ طاهر محمد طاهر لعب مباراة جيدة يعني مباراة جيدة جدا عشان نكونهم يعني صرحة مع بعض ولكن تحس ان طاهر محمد طاهر كسلان في الملعب بيلعب وهو كسلان وده طبعا ماينفعش مع جماهير النادي الاهلي ماينفعش مع مباراة زيدية نهائي كان لازم مارسل كولر يبدأ باحمد عبدالقادر على حساب طاهر محمد طاهر الحقيقة النهاردة لكن رامي ربيعة فيه تراجع كبير جدا من مستوى النهاردة تحس ان رامي ربيعة مرتبك تحس انه مرتبك في المباراة مش قادر يجري مش قادر يعمل التغطية كويسة جدا مع محمد عبد المنعن ولو قلنا ان الهدف الاول يعني كان رامي ربيعة اول حاجة كسر التسلل يعني انت حتى ما انتش على الخط تاني حاجة محمد عبد المنعن ما قدرش يخط على الكرة تالت حاجة محمد الشناوي طالع غلط الحقيقة بوجه نداء لمجلس ادارة النادي الاهلي والجهاز الفني لازم مصطفى شبير لان مصطفى شبير في الفترة الحالية بكل صدق افضل من الشناوي النهاردة الشناوي يسأل عن الهدفين بكل صدق الشناوي طالع على الهدف الاولاني فاكر ان هو تسلل وده ما ينفعش يا جماعة يعني ده ما ينفعش كان لازم الشناوي يطلع بدري ما يتأخرش لما ميلي يعني يستلم الكرة ويعني احسن من كده كان لازم يطلع بدري لكن النادي الاهلي النهاردة مليون مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي وبقى عندنا مهاجم اسمه سامة ابو علي لكن اللي انا عايز يعني اتكلم فيها جماعة حاجة واحدة ليه امام عشور في المباريات الكبيرة يعني مباراة الزمالك ومباراة الاهلي ومباراة الزمالك والاهلي وبرامز والاهلي مش هو امام عشور الحقيقة مش هو امام عشور اللي احنا عارفينه يا جماعة مش هو امام عشور اللي احنا عارفينه فلازم مجلس إدارة النادي الأهلي ولازم مارس الكونر يكون فيه دعم نفسي كبير جدا خصوصا لإمام عشور إن إمام عشور تمام من أهم اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي حاليا من أهم اللعيبة لكن هدف برامز الثاني الحقيقة خطأ كبير جدا وبرضو من مين؟ من طاهر محمد طاهر من طاهر محمد طاهر خطأ كبير جدا واقف يتفرج اتفرجوا على الهدف الثاني بطاع برامز هتلاقي طاهر محمد طاهر شايف مدافع برامز طالع له أحمد سامي رايح يحط جون وهو بتفرج عليه لا بتفرج عليه ده يعني ده حاجة غريبة حاجة غريبة من طاهر محمد طاهر كان لازم يكون فيه تدخل وكان لازم إن انت تتحوش الكرة دي فلكن ما ينفعش الحقيقة جماعة ما ينفعش يعني ما ينفعش خالص طاهر محمد طاهر الحقيقة يعني الحقيقة يعني أنا شايف إن اتشرت النادي الأهلي تقيل عليه لكن هنتكلم على القضية 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 ممكن مين هو بقى جماعة أفشاء أفشا القضية ممكن أفشا أفشا النهاردة بيفكرني بمباراة الزمالك بيفكرني بمباراة الزمالك والأهلي أفشا بيفكرني بمباراة الزمالك والأهلي أفشا في الدقيقة كما جماعة في الدقيقة 85 نفس وقت الزمالك نفس وقت الزمالك أفشا النهاردة الحقيقة أنا شايف أن الفترة دي ما يعودش افشا انا شايف ان الفترة دي ما يعودش افشا لاعب مهم جدا لازم الجهاز الفني ومرس الكولر ينظر لافشا نظرة تانية ينظر لافشا بمنطق تاني وبمنظر تاني لان افشا الحقيقة ما يعودش افشا الحقيقة ما يعودش لكن مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي النهاردة الانتصار على بيرامدز 3-2 في مباراة الحقيقة من أمتع مباريات الدور من أمتع مباريات الدور اللي أنا شفتها النهاردة هو مباراة النادي الأهلي وبرامتز اللي الحقيقة بقت قمة تانية في الدور المصري ولكن هي القمة الأساسية في هذا الموسم بعد ابتعاد نادي الزمالك عن المنافسة مليون مبروك لجماهير النادي الأهلي وفضلا وليس أمرا ادعمنا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان نوصل الحلقة دي لكل جماهير النادي الأهلي مليون مبروك تاني لكل الأهلوية اللي بتفرجوا علينا ومليون مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ومليون مبروك لجماهير النادي الأهلي اللي كانت العامل الرئيس النهاردة لانتصار النادي الأهلي والعودة في المباراة بعد التأخر بهدفين مقابل هدفا شكرا يا صديقي ان انت استكملت معايا الحلقة للنهاية استنونا ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته